مرحبا أهلا وسهلا بكم في هذا الفيديو اللي رح يعطيكم فكرة شاملة عن امتحان الآيالس والتوفل ITP ومع نهاية هذا الفيديو بإذن الله رح يعرف الجميع شو هو الامتحان الأنسب له في البداية لازم نعرف أن الامتحانات هذه مثل الآيالس والتوفل والإمسات وغيرها هي تعبير عن نفس الشيء بأشكال مختلفة إيش يعني هالكلام مثلا في ناس تخيص المسافة بالكيلومتر بينما شعوب أخرى تقيسها بالمايل فمية كيلومتر تعني بالضبط 62.1 ميل الحين أول شيء بعطيك الأشياء المشتركة بين الامتحانين أول شيء المهارات اللغوية الأكاديمية أركز على كلمة الأكاديمية فمن الآن لازم يكون عندك لست من المفردات الأكاديمية اللي رح تحتاجها في الامتحانين اثنين القدرات التواصلية الشاملة يعني الواحد يفهم عن ناس حديثا سمعا وكتابة وقراءة وثالث شيء هو التطبيق في عالم واقعي كل الاستماع القطع الاستماع الكتابة من أشياء واقعية يمر بها الإنسان في حياته اثنين الامتحانات هذه تقيس التفكير النقدي يعني يعطوك أشياء معقدة ويحاولوا يشوفوا هل أنت فهمتها أم لا التفكير التحليلي ومعالجة المعلومات النقطة الثالثة هي يختبران قدرتك على استخراج المعلومات الرئيسية كيف هذه تكون في يقولك what's the main idea هذه مثلا سؤال يختبر النقطة هذه فهم السياق يقولك على شو يتكلمه خاصة في التوفل تركيب الأفكار المعقدة في الكتابة أو في المحادثة لا يكتفي الإنسان بكتابة جمل بسيطة ولكن يجب أن يكتب جمل معاقلة وكذلك في المحادثة آخر نقطة مشتركة هي التوازي في الإعداد النفسي الامتحانات هذه تضغطك ضغط ولازم تكون قادر على إدارة الوقت والتحكم في التوتر ولازم يكون عندك تفكير استراتيجي يعني تعرف شو تحل ومتى مثلا لو أن السؤال صعب المفروض تخليه وتروح لغيرة خاصة في الآيالتس وترجع لبعدين ويتطلب منك الكثير من التركيز طيب الآن نمر للأبعاد المشتركة في التقييم هو شو قاعدين يقيموا بالضبط فهم الاستماع هنا يحاولوا أن يشوفوا هل الطالب يقدر يتابع حوار معقد ويسأله أسئلة عشان يشيكوا على الفهم وكذلك استخراج معلومات دقيقة يقولك متى ذهب كم السعر إلى أخر أشياء دقيقة وفهم السياق العام في أي إطار الحديث يصير اللي قاعد يسمع فيه بالنسبة للقراءة يركزوا على ثلاثة مهارات اللي هي المسح السريع الفهم السياق ينك تفهم الكونتكست والتحليل النقدي للنصوص شو رأي الكاتب شو يقصد الكاتب هذه الأشياء أخيرا الدقة اللغوية لازم اللي يقولك أن الآيالتس ما يحتاج قواعد غلطان القواعد هي الأساس في كل شيء في اللغة لأنك رح تتكلم ورح تكتب وهنا رح تبين الدقة اللغوية فلازم الواحد يكون فاهم القواعد والتماسك أنه لما يكتب أو يتكلم تكون مترابطة باستخدام أدوات الربط وإلى آخره والاستخدام السياقي أنه يستخدم الكلمة المناسبة في المكان المناسب خلاص الحين نمر إلى نظرة عامة على اختبار للآيالتس والتوفل اي تي بي ركز معي الـ اي تي بي مو توفل توفل اي تي بي الحين خلينا نشوف شو يناسب مهارتك إذا أنت طالب سريع في الإجابة فأفضل شي لك هو التوفل لأن التوفل أقصر حتى في الوقت ويتطلب منك أنك تجاوب بسرعة إذا أنت لا تبقى تتكلم وما عندك مشكلة أن تتكلم بالإنجليزية مع إنسان ثاني فالأفضل لك هو الآيالتس لأن فيه امتحان محاذ لو هنا الطلاب يجيبوا علامات عالية جدا مرات إذا أنت في القواعد ورصت الأخطاء ممتاز عليك بالتوفل لأن عليه أسئلة كثير في القواعد بحيث يقول لك دور على الخطأ في الجملة أسئلة كثيرة من هذا النوع هذا إذا أنت تبغي دائما كل الأسئلة تكون خيارات عليك بالتوفل توفل ما في نوع ثاني من الأسئلة كل خيارات ABCD وأخيرا إذا أنت ما تعرف تكتبه وعندك مشاكل في الكتابة فعليك بالتوفل الحين نمر إلى معلومات عامة عن كل امتحان الآيالز يتكون من أربع أقسام بينما توفل ITP ثلاثة أقسام فقط الأقسام هي الاستماع القراءة الكتابة التحدث وجها لوجه بينما هذا مو موجود في التوفل ITP هنا لازم نقول للتوفل ITP قسمين مستويين عفوا مستوى الأول ومستوى ثاني فلازم تعرف المستوى المطلوب منك بالنسبة للآيالز ثمن الامتحان 1375 درهم الورقي والكمبيوتر 1475 والنتيجة في يوم أو يومين أما الورقي فمن أسبوع إلى عشر أيام أما التوفل فأرخص بيكون 840 درهم للاثنين والنتيجة من أسبوع إلى عشر أيام نجي للآيالز السكور من سفر إلى تسعة وبينما التوفل ITP أكبر درجة ممكن يأخذها الطالب هي 677 المطلوب منك الآن أنك ما تتأثر بالأحكام المسبقة فكل إنسان كل طالب يختلف عن الثاني كل واحد له نقاط قوة ونقاط ضعف أحرص كل الحرص قبل ما تبدأ أنك تطلع على الامتحانين ويكون لك مصادر تعلم مصادر التعلم هذه توفر عليك الجهد والوقت وخاصة إذا كانت من مصادر موثوقة وحديثة ما تكون قديمة نحن نوفر الخدمة هذه الطالب يأما يدخل يحذر معنا الدورة أو أنه بس يشترك في المودل اللي هو فيه التدريبات الحديثة وكل شيء وآخر ما تطلع في الامتحانات ويتدرب بروحة كذلك بنعتي مجانا معلومات جميلة جدا في موقعنا english indeed dot com يحصل فيه الطالب اختبارات تحديد مستوى تدريبات أشياء مفيدة جدا نصائح عملية فهذي كذلك موقع جميل يستفيد منه الكثير نمر لتفاصيل اختبار ال IELTS ال IELTS نوعين academic و general بالنسبة للطلاب يأخذوا academic وبالنسبة للهجرة أو غيرها فبيأخذوا general والفرق بسيط بينها معنا فكرة أبدأ بالreading الreading هو 60 دقيقة 40 سؤال يعني أنت هنا لازم تتعلم الاستراتيجيات مو مهمة الكلمات الصعبة لتلقاها فالامتحان صدقني مو هو الهدف ولكن أن يكون عندك استراتيجيات لحل الreading وهذا شيء نعطيه مقدور عليه يعني سهل مع التدريب الناس كل جيبة الامتحان عبارة على ثلاثة نصوص تقريبا ثلاثة ألف كلمة 40 سؤال قلنا عندك دقيقة فاصل شيء عشان تخلص والأسئلة متنوعة فيها 11 نوع من الأسئلة ولكن أغلب الأسئلة بتكون مرتبة ترتيب زين الحين لما يشوف الواحد هذا يخاف يقول والله صعب وكذا لا أنت مو مطلوب منك أنك تجيب كل الأسئلة صح لا مثلا إذا هدفك أنك تجيب خمسة في الreading يكفي أنك تجاوب على 15 سؤال صح ما بين 15 و 18 وهكذا هاي اللوحة قدامك إذن هذا فيما يخص الreading الآن نمر ل listening listening أهم شيء أنبهكم عليه هو طبعا التدريب يجيب أي يوصل الواحد يوصل أي نتيجة لكن spelling إذا الكلمة كتبتها خطأ فتعتبر خطأ وهذه مشكلة لبعض الناس اللي عندها مشاكل في التهجيات الناس اللي عندها مشاكل في spelling طيب الانتحان لا يتغير دائما فيها أربع أقسام والقسم الأول دائما سهل جدا هاي عشر نقاط مضمونة كل الناس تقدر تجيبها اللي هي تكون دائما واحد يحجز في فندق أو يشتري في شيء أجر في بيت فيطلب منه الاسم والرقم ولا شيء هذا دائما سهل الثاني بيكون حديث فردي في سياق اجتماعي اثنين يتكلموا على شيء معين لكن الثالث رح يكون اثنين طلاب دائما يتكلموا على موضوع درسونه أو واجبات الأخير دائما بيكون في شكل أغلب الحال خلينا نقول في شكل محاضرة زين نجيع الحين على الرايتنج الرايتنج قسمين القسم الأول يطلب منك أنك تكتب 150 كلمة وهي تقرير بناء على رسم بياني يعطيك رسم بياني عادة ويقول لك اكتب تقرير هذا قيمته من الامتحان 30% فأنصح الطلاب الكل أن يركزوا عليه لأنه ينجحهم في الرايتنج بينما القسم الثاني من الكتابة يطلب منك 250 كلمة وأنواع المواضيع هي بتكون Advantage, Disadvantage, Opinion Assays, Problem Solution الأشياء هذه Speaking من 11 إلى 14 دقيقة وفيه ثلاثة محاور المحور الأول يسموه الانتريفيو وبتكون أسئلة على أشياء تعرفها عن نفسك عن شغلك على أشياء مرتبطة بيك القسم الثاني راح يكون سؤال وراه وتحت أسئلة فرعية ويعطيك دقيقة للتفكير ودقيقتين تتكلم لمدة دقيقتين بدون ما يقاطعك الجزء الأخير بيكون نقاش بينك وبينه الحين نمر على تفاصيل تفاصيل اختبار توفل ITP مثل ما قلنا في البداية فيه نوعين Level 1 و Level 2 وطبعا لازم تختار طبعا واحد منهم الحين القسم الأول اللي هو التركيب والتعبير الكتابي بيكون 25 دقيقة تقريبا وفيها 40 سؤال أغلب الأسئلة بتكون في شكل جمل فيها يسطروا لك تحت أربع كلمات ويقول لك اختار الخطأ طيب القراءة راح تكون 55 دقيقة على 50 سؤال بالنسبة للإستماع راح يكون لمدة 35 دقيقة وفيه 50 سؤال موزع على ثلاثة أقسام فرعية تصير في الأول وبعدين تطول مع الوقت وتختار كل خيارات كل الامتحان خيارات وفي النهاية أشكركم على المتابعة وإن شاء الله تكونوا عرفتوا شو الأنسب لكم أي حد عنده استفسار يكتب لي في التعليقات وأرد عليكم بإذن الله وأتمنى لكم للتوفيق والنجاح جميعا يا رب